اشتركوا في القناة حيث تم رصد العشرات من حالات الإصابة بوباء حمضنك والكوليرا والحصبة وغيرها من الأوبئة وعاشت المحافظة هذا العام أوضاعا صحية وإنسانية صحبة جراء تفشي الأوبئة الذي يقابله قلة في الإمكانيات والتجهيزات الطبية الوضع الوبائي في محافظة شبوة خلال العام 2018 كارثي حيث لم نشهد حدوث خمسة جائحات وبائية خمسة مراض متنوعة خلال الـ 25 الماضية المؤسسة التعليمية كغيرها من المرافق الخدمية عادت للعمل بعد تحرير المحافظة لكنها اصطدمت بعدة مشاكل كنقص المنهج المدرسي وشح الكادر التعليمي إلى جانب ازدحام الفصول الدراسية بالطلبة في ظل عدم توفر البيئة التعليمية المناسبة في بعض المباني التعليمية وهي من أبرز الصعوبات التي واجهت القائمين على العملية التعليمية والأسر في مختلف مناطق المحافظة طبعا هناك صعوبات كثيرة واجهة التربية والتعليم في المحافظة منها توقيف الدرجات والوظيفية وأيضا تأثر عدد كبير من المدارس أثناء الحرب فقام مكتب التربية بعدة صلاحات خلال عام 2018 واستعدنا لهذا العام الدراسي باتخاذ قرارات جمة منها عادة هيكلة مكاتب التربية في المديريات ومنها أيضا عادة هيكلة الفروق التوجيه وكذلك لزمنا كافة المعلمين بالعودة للمدرسة شبوى كغيرها من المحافظات التي شهدت تغيرات في جوانب عدة وعلى أكثر من صعيد خلال العام حيث تنوب أكثر من محافظ على قيادة السلطة المحلية ليتولى مؤخرا المحافظ محمد صالح بن عديو مهام المحافظ الذي ينتظر منه المواطنون إنجاز ملفات عدة في الاقتصاد والصحة والتعليم على الرغم من كل المشاكل التي شهدتها محافظة شبوى خلال سيطرة الميليشيا وما بعدها إلا أن الحياة تشهد تحسنا طفيفا على مختلف الجوانب وهو ما يبعث بالشعور بالتفاؤل لدى المواطنين صالح سالم قناة بلقيس شبوى